اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه الهيئة العالمية للتغارات المناخية دي عبارة عن منظمة تبعة لمنظمة الامم المتحدة ودي الاختصار بتاعها كده ال I B C C اكتشفت الهيئة العالمية للتغارات المناخية من الابحاث بتاعتها اكتشفت ارتفاع متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الارض طيب الظاهرة دي بقى اسمها ايه بقى سموها كده ظاهرة الاحترار العالمي يبقى ارتفاع متوسط درجة حرارة الهواء القريب من سطح الارض هو ده الاحترار العالمي ظاهرة الاحترار العالمي دي ايه اللي بيسببها بيسببها حاجة اسمها الاحتباس الحراري يعني الارض كده تحبس حرارة وبعدين تسخن الهواء وتسبب الظاهرة عايزين نشوف كده ازاي نتعرف بنشاط التعرف على ظاهرة ايه بقى الاحتباس الحراري نحضر زجاجتين متماسلتين ادي زجاجة وزجاجة تانية قدها اهي وفي كل زجاجة هنضع كمية متساوية يعني الزجاجة دي هنضع فيها كمية متساوية من الخل دي مثلا الزجاجة رقم اتنين ده كده عبارة عن خل دي الزجاجة رقم اتنين وهنضع قد الخل دوت في الزجاجة التانية كمية من المية يبقى دي كده عبارة عن الزجاجة اللي هي الاولى بيبقى فيها مية والزجاجة التانية بيبقى فيها الخل وهنضع في كل زجاجة ترمومتر يعني بقى عندي هنا ترمومتر كده هرسمه بلون تاني عشان يبان ادي كده الترمومتر الاول اهو في الزجاجة دي ترمومتر طبعا مئوي والزجاجة التانية ادي ترمومتر تاني اهو ترمومتر ايه مئوي يبقى ده كده عبارة عن ترمومتر وحنضع في الزجاجة بقى اللي هي التانية رقم اتنين هنضع عليها كده من فوق مسحوق بي كربونات السوديوم. اول ما نحط مسحوق بي كربونات السوديوم نقفل بقى من فوق كده بسدادة ونقفل دي بسدادة كده بحيس ان هي تبقى ايه مغلقة باحكام ما تتفتحش. ونضعهم الزجاكتين دول في الشمس. هنضعهم في الشمس لحد ما درجة حالتهم ترتفع لحوالي عشر دقايه كده. ومعروف طبعا ان لما بتحط محلول بتحط خل على بي كربونات سوديوم بيطلع غاز اسمه غاز ساني اكسيد الكربون على هيئة فوران. طبعا درجة حرارة الزجاجة رقم اتنين اللي فيها مسحوق بي كربونات السوديوم والخل هترتفع عن درجة حرارة اللي هي موجود فيها المية. طب السبب ايه بقى اللي هو زيادة نسبة ساني اكسيد الكربون. يعني هنا فيه هوا ايوة بس ساني اكسيد الكربون اللي هنا بالزايدة ده كتير قوي. عشان انا حطيت بكربونات سوديوم على خل طلعت كمية كبيرة من ساني اكسيد الكربون. يبقى هنا عندنا ارتفاع تركيز غاز ساني اكسيد الكربون في جو الزجاجة جوه الزجاجة ادى الى ايه بقى? الى ارتفاع درجة الحرارة. وبنفس الطريقة بترتفع درجة حرارة كوكب الارض. يعني احنا عندنا فيه غازات اسمها غازات. غازات دفيقة. الغازات الدفيقة دي نسبة زادت في الغلاف الجوي من سنة الف تسعمية خمسة وتلاتين ملادية من القرن الماضي. والغازات الدفيقة دي نتجة من احتراق الوقود الحفري. الوقود الحفري اللي هو مثلا البترول. اللي هو الفحم. اللي هو مثلا الغاز الطبيعي. دي كده لما بتحترق بتؤدي الى زيادة الغازات الدفيقة. وكمان احتراق الغابات. وكمان قطع الغابات. كل ده ادى الى زيادة نسبة غاز الثاني اكسيد الكربون والغازات الدفيقة. من اهم الغازات الدفيقة. عندنا اول حاجة ثاني اكسيد الكربون. اللي هو عبارة عن اي بقى? اللي هو سي او تو. عندنا برضو من اهم الغازات الدفيقة اتنين بخار الماء. بخار المية اللي هو اتش تو او. عندنا كمان حاجة اسمها اكسيد الناتروز. اللي هو ان تو او. عندنا كمان مركبات الكولوروفلوروكربون اللي هي الفريون. اللي هي السي اف سي اس. وعندنا نمرة خمسة غاز الميسان. اللي هو سي اتش فور. طبعا الغازات الدفيقة دي نعمة من ربنا. لو كانت النسب بتاعتها مزبوطة. لانها تؤدي الى سبات درجة حرارة كوكب الارض. يعني ما تخلوش ينخفض او يرتفع بكمية كبيرة. ولكن هزي الغازات بتكون نقمة علينا. لو نسبتها زادت او قلت. لو زادت تعمل احتباس حراري. ولو قلت تخلي درجة حرارة كوكب الارض ممكن تبقى في حدود سالب تمنتاشر. هنشوف مع بعد كده تفسير ظاهرة الاحتباس الحراري. انا هرسم دلوقتي كده خط كده هوت. واقول مثلا ده كوكب الارض. وهعمل كده خط تاني هنا. وهقول ده كده عبارة عن الغلاف الجوي. وهتبقى عندي هنا الشمس موجودة في المكان ده كده مثلا. دي كده عبارة عن الشمس. والشمس طبعا بتبعت الاشعة بتاعتها الى كوكب الارض. عندنا في الغلاف الجوي بقى هنا في الحتة دي كده موجود فيه اللي هي الغازات الدفيئة. طول ما الغازات الدفيئة نسبتها طبيعية ما فيش مشكلة. لكن في الوقت الاخير ده احنا قلنا ان الغازات الدفيئة دي نسبتها زادت وارتفعت. فلما ارتفعت نسبتها لها تأثير على كوكب الارض وكأنها لوح من الزجاج. كأنك حاطط الارض جوه صوبة زجاجية. الصوبة الزجاجية دي اللي بيربوا فيها النباتات. يعني بيزرعوا تحتها نباتات. الصيف في فصل الشتاء. لانها بتسخن الجو. الازاز بيسخن الجو. يسمح بمرور الحرارة ولا يسمح بخرجها. ولا يسمح بخرجها. بتنزل اشعة من الشمس اللي هي اشعة الضوء المرئي. الضوء المرئي اللي احنا بنشوفه بعنينا. وكمان بتنزل بينزل كمان اشعة ذاتة اطوال موجية بتكون قصيرة. الاشعة ذات الاطوال الموجية القصيرة بتختارك الغلاف الجوي وتختارك الغازات الدفيئة وتصل الى سطح الارض. تمتصها الارض بما عليها من اجسام وتعيد اشععها مرة اخرى. بترجعها تاني. لما بتشععها مرة اخرى بتكون على هيئة اشعة تحت الحمراء. ودي اطوالها الموجية بتكون كبيرة. طبعا الاشعة تحت الحمراء بيكون لها اثر حراري يعني مسخن. فيبتدي بقى الهوى هنا يبقى سخن. فيحبس الحرارة فيه سطح الارض ما يخليهاش تنفز وتخرج لبرة خارج الغلاف الجوي. وتفضل الحرارة محبوسة في الارض وده يؤدي الى احتباس حراري. ثم زيادة درجة حرارة الهواء الملامس للارض. وده يؤدي الى حدوث الاحترار العالمي. طبعا العملية دي يا جماعة بتسبب اثارها السلبية خطيرة جدا. نشوف الاثار السلبية المترتبة على ظاهرة الاحترار العالمي. عندنا حاجة بتحصل اللي هي زوابان الجليد في القطبين الشمالي والجنوبي. طب زوابان الجليد يؤدي الى ايه? يؤدي الى اول حاجة انقراض بعض الحيوانات اللي بتعيش في المناطق القطبية. زي الدب القطبي. وزي حاجة اسمها في للبحر. وحاجات كتير بتعيش في الشمال والجنوب ناحية القطبين. وكمان زوابان الجليد يؤدي الى ارتفاع مياه البحار والمحيطات. وده يؤدي الى ايه? يؤدي ممكن الى غرق بعد المدن الايه بقى الساحلية. يعني مثلا عندنا اسكندرية بعد الشر عليها طبعا مهددة بالموضوع ده. الدل تنيل مهددة ان هي تغرق تحت مياه البحار. البحر عندنا المتوسط بسبب ايه بقى ارتفاع مياه البحر المستمر نتيجة عملية الاحترار العالمي دي. تاني حاجة بتحصل حاجة اسمها تغيرات مناخية حدة. يعني يحصل مثلا اعصير. يحصل موجات مثلا جفاف. يحصل موجات من حرائق الغابات. يحصل فيضان. فيضانات. كل الكلام ده سببه ايه? سببه ظاهرة الاحترار العالمي. وبكده